موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اليوم سوف نصيب طعوة الحوت مهم سوف نحتاج لها 1 كيلو الحوت كبير النوع اللي لقيته متوفر في السوق سوف نحتاج قصبر تقريبا 1 كاس عامر سوف نحتاج عصير الحامضة فلفل مقطع دوائر بصلة كبيرة خيز و فطاطا مقطع دوائر سوف نحتاج شرع الحامض بالنسبة للشوابيل سوف نحتاج ملعقة صغيرة سودانية ملعقة صغيرة سكينجبير ملعقة كامون وضع ريوس ملعقة ملعقة و هذا الفلفل الحار سوف نضع القصبر سوف نضيف عصير الحامضة سوف نضع سوف نضيف سوف نضيف بعض زيتنا سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف 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 سوف نضيف و سوف نبدأ و نشرم الحوثين بزيان نضيف و نضيف نضيف هذه الطريقة التي ترى سوف نضيف و نضيف و في الطريقة لكي سوف نضيف السلطة حوشية من النوبة و ها موسيقى 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 يستغنى عليها طاوة يدير الخيزة مباشرة مهم خيزة نعطره بذلك العطرية اللي بقى عندنا الشرمولة اللي صاحبنا وحتى هو كذلك كنسة الشرمولة موسيقى وبتعطى حتى هي هدين برولانو في الطريقة سنوضعها في الشرمولة ونستفوها حتى هي مهم خيزة تعتار تقريبا طائبا موسيقى لماذا ادرنا مش طائبا مغادنش نتاقولي نمزيون فالفرلانو يبقى مقاسا موسيقى 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 الحسدية لنا وكنوضع فيها واحد شريحة لها الحامض بتكليم قطعين دائر. كامل كنديرو لي من نصط طريقة. وكنستخول فلفل اللي عندنا. وكنقطع واحد جوجماتيشات نسينا ما قلنا عمش الأول. كان قطعونها دوائر. وكنستخول فقط طاواتياننا. في قارل ناشة رائحة الحامض. هما نزينه بهم. وفلفلها اتهيها. من بعد كنخويه بديك الشرمولة اللي يباق علينا. المهم كنضيفه واحد نصف كأس دي الماء. الاخير وكندخلو الطهوة دي لنا الفران. وكنسبرو عليها تطيب زيان. ملتحسوا من الفوق. وهالطهوة دي لنا وجهة. طاوة دي لنا من بعد ما خرجناها من الفران. اي وجهة. بالصحة والرحة. كانت منها تشربوها ان شاء الله. وكنشكركم دائما على المتابعة. واللي عجبوا الفيديو اتبارتاجي مع اصدقائي ديالو. تحياتي لكم. لأول مرة كيزور القناة. ما تنساش. تشارك في القناة. اتبارتاجي الفيديو عن اصدقاء. انتظروا ان شاء الله. حلوية العيد. ان شاء الله احسن. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.